نهاردة احد او احدى محبات النادي الاهلي كلمتني من فلسطين الشقيقة يا كابت الاسلام انا بحب النادي الاهلي جدا ولو سمحت انا عايزاك متقولش النواحي الفنية للنادي الاهلي جوه البرنامج البيت الكبير احنا في تونس احنا في فلسطين هي بتقول لي الكلام مش انا هي اللي كلمتني وقالتلي الكلام قالتلي ان في ناس كتيرة جدا بتبقى قاعدة بتتفرج على البيت الكبير تحية كبيرة جدا لاخواتنا في فلسطين الاول ويعني دايما في قلوبنا دايما في قلوبنا اللي قاعدين بتفرجوا علينا بتقول لي مش عايزين الناس او الاخواتنا في تونس قالتلي برضو البرنامج بيحظى بنذهب مشاهدة كبيرة في تونس خلال هذه الفترة على الاقل علشان الناس عايزة تعرف ايه اللي بيحصل فانا قلتلها حاضر انا هعمل الكلام ده طبعا لانه احنا بنتبع هذا الاسلوب دائما خلال هذه الفترة ولكن احنا الفريقين كتاب مفتوح لن تكون هناك مفاجآت لا من النادي الاهلي ولا من الترجي لان طريقة اللعب الترجي لن تتغير طريقة اللعب النادي الاهلي لن تتغير ايه اللي حيحصل معرفش كرة القدم فيها كتير جدا ولكن اثناء المباراة فيا محبة او يا اولا بشكرك جدا على مكالمتك النهاردة ثانيا بقولك ما تقلقش نادي الاهلي احنا كلنا رجالة وكلنا مساندين وداعمين للنادي الاهلي خلال هذه الفترة الرسالة التانية اللي جاتلي من سيدة اعتقد عندها قالتلي 74 سنة او 75 سنة قالتلي انا عايزاك توصل للعيبة كلمة واحدة بس هقول الكلمة والله هي اللي قالتهايلي يعني انا كنت مدمع من الكلام اللي كانت بتقولهولي النهاردة قالتلي يا كابتن اسلام قولي اللعيبة ان انا قبل ما موت عايزا شوف الاهلي بياخد الجايزة او البطولة رقم 12 هل ليها حاجة قالتلي وحب اكلمك بعدها اقولك هل ليها حاجة عندها معرفش هذه السيدة الفاضلة ربنا يديك الصحة ويديك العمر ويا رب ان شاء الله تكون يعني هذه البطولة وحضرتك تكلميني بعد البطولة ولو كده يعني ان شاء الله يكون ربنا كرمنا يا رب ونبقى نعمل معاك مدخلة او حاجة بعد اذنك يعني فمكلمات كتيرة جدا ولكن المكلمتين دول تحديدا الحقيقة اثروا فيها بشكل كبير خلوني ابقى يعني انا مع السيدة الفاضلة الاربعة وسبعين او الخمسة وسبعين سنة انا تأثرت جدا معرفش كان ايه المكلمة يعني كان اول مرة تكلمني الحقيقة وقالتلي كلمتين دول قالتلي بلغ اللعيبة يا كابتن اسلام بتقولي كده وبمنتهى الحماسة والقوة يعني انا حتى ملحقتش اكمل الكلام معاه التليفون قطع يعني فقالتلي بلغ اللعيبة ان انا نفسي قبل ما موت اشوفهم واخدين البطولة رقم 12 هل في حاجة يعني بتربطها بهذا الامر معرفش ما عنديش فكرة ملحقتش اسأل اولا قامت قافلة مش عارف يعني حاولت اتكلم التليفون كان قطع او يعني على طول اوتو فريتش برا الخدمة يعني رسائل الجمهور بيحكيها لي وبيبعثها لي وبيقولها لي وكل لعيبة النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي واقف في ظهركوا ما تقلقوش من حاجة انتو بتلعبوا باغلى تشيرت في العالم تشيرت النادي الاهلي واعظم تشيرت في العالم تشيرت النادي الاهلي فربنا يكرمنا في المباراة الاولى وتنتهي زي ما تنتهي ونعمل ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجة ايجابية ونيجي للمباراة التانية لكل حدث حديث